الافتراضي إلى تهديد حقيقي لبنية المجتمع كل هذا أكثر معدي في الأستاذ مصطفى بورزام والأستاذ الجامعي والباحث لك يا ديمي صباحك السعيد وهلا بيك وشكراً يقبو لك الدعوة شكراً على الاستضافة وأهنئ كل الصحفيين الجزائين بيوم يهم الوطني للصحافة شكراً جزيلاً لك ربما من أين نبدأ هذا الموضوع خاصة أن وزير الإعلام وزير الاتصال قال بأن الإعلام يونم مواجهة الأخبار الكاذبة خلال الانتخابات الرئاسية ربما الإعلامي والصحفي في الجزائي اليوم أمام تحدي صعب خاصة في هذه الفترة لأنه أمام نفق مظلم مليء بالشهوات تعبير وسهل الدخول إلى النفق مظلم ولكن طريقه سهلة وهناك طريق صعب يجب أن يتم تعبيده من طرف خدمة الوطن دون مقابل يعني الآن الصحفي أمام اتجاهين متضادين أولهما سهل ولكن عواقبه وخيمة على الوطن وتاني صعب ولكن عواقبه إيجابية على الوطن أكيد ربما عندما نتكلم عن الأخبار المغلوطة أو نتكلم باللغة أكاديمية هو الإشاعة الإشاعة هي موجودة منذ القدم قبل وجود هذا الإعلام بشكله الأكاديمي أو بشكله المحترف الآن لأنه نحن الآن أمام زخم كبير جدا خاصة عند تطور التكنولوجي وكذلك الأنترنت اليوم أصبحت لو نعطيك مثلا معلومة أو نعطيك إحصائية في 2014-2013 كان عدد الذين مسجلون عبر شبكة التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك ثلاثة أو أربعة أو خمس مليون الآن أصبحنا ما يفوق العشرين مليون هذا الشيء الأول الشيء الثاني التكنولوجيا الحديثة لوسيع الإعلام أثرت تأثيرا كبيرا على الإعلام التقليدي اللي هو التلفزيون والصحافة المكتوبة وإلى غذلك وأصبح المواطن عنده تنوع في استقاء المعلومة وكذلك التنوع في يعني أصبح تقدم المعلومة في عدة منابر منها فيسبوك منها تويتر منها المواقع الإلكترونية إلى غذلك الآن هذه الإشاعة هناك ما يسمى حزام أمن هذا الحزام الأمني يكون متشارك ما بين من ما بين المواطن في حت ذاته وما بين وسائل الإعلام وما بين كذلك السلطة أو السلطة يعني كنقول السلطة اللي هو الدولة بشكل عام إذن فالإشاعات اليوم لو تلاحظت في المدة الأخيرة يعني هناك إشاعات كثيرة وكثيرة جدا ربما روجت لشخصيات ما أو لتنظيمات أو لأحزاب سياسية أو لإديولوجيات معينة وهذا الشيء ذوينا يجب أن نواجهه بعدة أشكال لأن الإشاعة هي أنواع الإشاعة السريعة الإشاعة البطيعة الإشاعة الآنية إلى غير ذلك هذه أنواع في الإشاعة ولكن بشكل عام هي تسمى إشاعة إذن يجب علينا الآن أن نواجه هذا المشكل من خلال ماذا؟ من خلال أولا وضع استراتيجية واضحة لأنه نحن نمر بمرحلة صعبة جدا مرحلة المرور أو مرحلة تجديد النظام أو مرحلة بناء دولة القانون والمؤسسات لكي نبدأ بالشكل الصحيح هنا يجب علينا أن نضع آليات الوقاية من هذه الإشاعات آليات ربما تأخرنا في الإتيام بها مثلا أعطيك مثال سلطات الضبط اليوم سلطات السمع البصرية أو سلطات الصحاف المكتوبة تأخرنا كثيرا في تفعيل هذه السلطات تفعيلها فعليا هي موجودة كهيئة ولكن غير موجودة على أرض الواقع من خلال ماذا؟ من خلال تطبيق قاونين خاصة أن تكلم هنا عن الإعلام الإلكتروني أو ما يسمى الأنترنت الأنترنت الآن أخذت حيزا كبيرا من حياة المواطنين وحياة الشعب بشكل عام وبالتالي ربما أنه تتعرض بعض الشخصيات تتعرض بعض المغارطات التي حدثت مؤخرا وكانت مغارطات كبيرة جدا يعني لو لم تكن هناك في الجهاز الأمنية لو لم تكن متمكنة جدا من هذه التقنيات الإلكترونية أو للصحافة الإلكترونية لكن ربما وقعت أشياء كثيرة وكثيرة جدا لهذا ربما أنه المسئولية تقع على ماذا؟ تقع على الدولة كدولة يجب أن تضع ما يسمى حزام أمني يمكنها من إما أنه يعني ترد على هذه الإشاعات بمواقع إلكترونية مثلا نعطيك مثل مواقع تعالى الـ APS مواقع تعالى التلفزيون العمومي حتى لكن هنا يكمل الإشكال أنت ربما وضعت يدك على الخلل يعني على المشكلة في حد ذاته لأنه الآن هذه ربما المواقع التي ذكرتها وحتى صفحات رسمية لمختلف الوزارات في الجزائر وحتى صفحات رسمية لمختلف صانعي القرار في الجزائر لمختلف الوزارة في الجزائر ليست صفحات ناشطة ليست صفحات فاعلة الآن ما نشوف المتتبعين لهذه الصفحات ليس بحجم متتبعين لصفحات عادية في حجم الصفحة لحي من الأحياء متتبعين لها أكثر من متتبعين لصفحة وزارة أولى أو لصفحة وزارة الصناعة أو صفحة وزارة الداخلية ووزارة الخارجية على سبيل المثال لأنه اليوم صناع القرار في الجزائر إن صح التعبير ما زال ما دخلتم شديك الفكرة أنه علينا أن ننشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكن حتى نكذب الإشعاعات التي تنتشر بسهولة ربما حلتني إلى شيء مهم جدا وهو الحكومة الإلكترونية الحكومة الإلكترونية نحن هي شعار فقط أما على أرض الواقع هو شيء آخر لأنه لو طلعت هذه المواقع على الوزارات أو المواقع على المؤسسات تلقاها عندها يومين أو ثلاثة أيام أو حتى أسبوء أو حتى شهر يعني لم تنشر معنا التحديد وهنا هي الآن مجبرة على تحديد مواقعها لأنه لا لأنه الآن الحرب حرب معلومات هذا الشيء الأول الشيء الثاني ربما الحرب حرب مصداقية مصداقية الخبر لو تحت أنه ربما تجربة يعني كنا ندرناها في التدريس حينا ندرها في التدريس بزيارة مع الطالبة حول قرارات المصداقية عندما نقولهم عندما تشوف خبر في الفيسبوك أو خبر في أي موقع أين تذهب؟ يعني لكي تتحقق من الخبر يقول لك أذهب إلى الابياس أو أذهب إلى تنفيذ العمومي أو أذهب إلى القناة مثلا قناتكم هنا قناة النهار يذهب إلى ربما يلقاها في الخبر العاجل وبالتالي أصبحت هذه المؤسسات هي مؤسسات لمصدر الخبر وبالتالي يجب أن نحافظ على هذه المصداقية بالنسبة للقنوات خاصة التلفزيونية والجرائد وكذا وهذا المحافظ على الحفاظ عليها كيف يكون؟ يكون ربما تفعيل القوانين أنا كنت ذكرت لك السلطات الضبط إلى غير ذلك الآن يجب أن نقنل ربما كان مؤخرا أجري ملتقى وطني في جامعة من جامعتنا بخميس مليانة حول كيفية تفعيل الحماية من الإشاعة والأخبار المغلوطة إلكترونيا وهذا موجود في القانون العدوي 2014 للسمعي البصري موجود هذا ولكن الآن يجب علينا أن نفعله وأن نضع له قوانين بحيث أن هذه القوانين تعاقب كل من نشر خبر غير مؤكد أو نشر إشاعة حول شخصية ما أو حول المؤسسات لأنه أنا قلت دائما هناك يجب أن نضع ما يسمى الحزام الأمني خاصة أنا أتكلم اليوم الفضاء مفتوح بشكل كبير جدا الإحصائية تتزايد يوما بعد يوم الناس اللي ربما يشتريكون في الشبكات التواصل الاجتماعي في صعود متصاعد بشكل رهيب جدا الآن علينا أن نضع تلك القوانين أولا نضع تلك القوانين وثانيا نحاربها بماذا نحاربها بكما ذكرت وانت ذكرت شيء مهم جدا أنه على الوزارات وعلى الحكومة وعلى المؤسسات العمومية أو حتى المؤسسات الخاصة أن تضع هذه الصفحات وتكون مؤمنة كي يستطيع المواطن أن يثق في معلوماتها لأنه اليوم لو نديره تجنوبة فقط نديره منشور حول صفحة ما معروفة ربما تنشر الخبر مغلوط كل المواطنين سوف يتدولون هذا الخبر وهذا شيء خطير جدا هو من ناحية شيء صحي ومن ناحية شيء خطير ولكن خطورته أكثر من لأنه حتى أول من ينشر هو أول من نصدق لأنه إلا انتشرت الإشاعب بصورة كبيرة فبالتالي التكذيب يكون أمر صعب خاصة إذا تحدثنا على مؤسسات لا تستعمل ولا تنشط عبر وصائد تواصل يقعد الشك في المعلومة ولكن هناك آليات تعلمنا في البحث العلم والاتصال هناك آليات هناك مؤسسات بعينها المواطنية يثق فيها ثقة كبيرة جدا تستطيع من خلالها ولكن هذا أمر متعب يعني كل مرة هذه المؤسسات تخرج وتكذب ولكن الآن علينا أن نقوم بأشياء إجرائية على أرض الواقع من خلالها نرجع تلك المزدقية للخبر تلاحظ أنه حتى أنه مؤخرا يعني في بعض الأحيان حتى أنه على مستوى قناتك وقنات أخرى يعني يخرج خبر وبعد ذلك يخرج تكذيبه لأنه المزدقية أنا أعمل على المشروع يعني مزدقية الأخبار أكيد يجب أن تحافظ عليها تحافظ على مزدقيتك أمام الجمهور لأنه المشكلة هنا المشكلة بناء الثقة وأنا أتكلم دائما على مشكلة بناء الثقة ما بين الجمهور وما بين المؤسسة الإعلامية أو الجمهور والمؤسسة وبالتالي هذه لجب لها آليات قالونية وآليات كذلك وقائية ويجب عمل مستمر أيضا هناك نقطة أخرى أيضا قد نحمل للمؤسسات ناشطة في المجال الإعلامي أو نحمل حتى الوزارات أو نحمل هذه الجهات جزء من المسؤولية لكن علينا أيضا أن نكون منصفين نحمل جزء من المسؤولية إلى المتلقي حتى لا أقول إلى المواطن إلى المواطن حتى نحمل جزء من المسؤولية إلى المتلقي لأنه اليوم بصحة العبارة وواقعا أنه ظهرت الفيك نيوز يعني الأخبار المغلوطة أضعفت أو الأخبار الزائفة أضعفت الصحافة المتعارفة عليها أو سيئة الإعلام المعروفة تلفزيون أو الجرائد أضعفتها لأن المتلقي الآن كثير منهم لا يبحث عن مصدر المعلومة لا يتعب نفسه خلاص معلومة موجودة هي صحيحة بالنسبة له ولا يتعب نفسه بالنسبة له علينا أن نحمل أيضا جزء من المسؤولية للمتلقي أن يبدو المجهود أن يبحث عن المعلومة الصحيحة ولا يصدق أي خبر بسهولة أكيد تشوف المتلقي ربما تعطيه تلك الجرعة كي يبحث عن الخبر وهو باستعمال آليات لمحاربة الفيك نيوز هذه اللي هي ظاهرة خطيرة جدا خاصة في مجتمعنا نحن وخاصة في الظرف الذي نحن فيه الذي يجب أن تتطفر كل القوى سواء كانت معارضة أو تكون موالات أو تكون حتى يعني من بعيد ولكن الآن هذا الفيك نيوز هذا ربما أخذ يعني مكانة كبيرة جدا عند المتلقي وأنا قلت دائما أتكلم دائما عن قضية الوقاية يعني الآن نحن ربما تشوف المؤسسات تطورت ولكن هناك بعض المؤسسات ما زالت تتخبط في أشياء تقليدية ربما هذا الشي مربوط بالمدير تلك المؤسسة أو مربوط بتقريبا مجموعة من مجموعة من الأليات على مستوى مثلا قسم الاتصال وقسم الإعلام يجب أن يحدث شوف نحن أمام تكنولوجيا حديثة يجب أن نواكبها وإلا سوف نسقط في يعني في غلطات كبيرة جدا ربما تكون عواقب ووخيمة جدا وصبحنا نتعامر أيضا مع متلقي الإشاعة أصدق إليه من الحقيقة من الحقيقة لأنه لأنه صعب أنك توصل له الحقيقة وسهلا أنك تعطي له أكيد أعني أكل يقول لك لجب أن تستعمل نفس سلاحه شكرا واضحين باش نوضح للجمهور أنه هذا الفيك نيوز عنده الشيء المضاد له وهو إنشاء هذه إنشاء الحسابات وكذا التي تكون لديها مصدقية ولكن هذا يكون عبر وقت يعني هناك صحيح يجب أن يكون بعض يعني يأخذ وقت شوية لأنه المتلقي قد أليفة مثلا صفحة ما أو أليفة يعني حساب ما وبالتالي لجب لها وقت وبالتالي يصبح المتلقي يعني تنقل المتلقي من هذه الصفحة إلى صفحة أخرى عن طريق ماذا عن طريق أخبار لها مزدقية لها مزدقية في مثلا الإعلام العمومي أو بعض القنوات التي لها متابعة كبيرة جدا وهنا على الدولة كلمة الدولة ليس السلطة على الدولة أن تستغل هذه النقاط القوية مثلا القناة لها متابعين عندها نسبة مشاهدة كبيرة يجب أن تستغل هذه الأمور من أجل المصلحة العامة للوطن أقول المصلحة العامة للوطن لأنه هناك عملية تخريب وعملية تشويه للفكر بشكل عام وهذا شيء خطير جدا ربما أنه صحيح لهذا قلنا بأنه الآن الصحفي والإعلامي الآن في الجزائر أمام اتجاهين اتنين الأول سهل ثاني صعب الأول سهل أنك أنك تخرب البلاد من أجل مصلحتك الشخصية وثاني صعب أنك تسجم البلاد لكن من دون مقابل لكن نحن الآن أمام حتمية أننا نمشيوا في مصلحة البلاد وفي مصلحة الوطن وأقل نحافظ على مصداقيتنا أمام الجزائر شوف أنا عندي نقطة مهمة جدا هنا على الإعلامي الإعلامي سيكوا الإعلامي هو يبني أسمه يعني يبني الأسم تاعه الأسم تاعه إذا ابناه في قضية عادية أو يدير أخبار غالطة على شخصية ما أو على شيء ما هذا الإعلامي هذا يعني الطريق تاعه يكون قصير بينما الإعلامي الذي يريد أن يضع أو يبني اسما حقيقيا ويكون هو في حد ذاته مصدر للمعلومة ويكون عنده مصداقية عند المواطن هذا رح يكون عنده وقت ولكن صدقني هناك إعلاميين معروفين في العالم نذكر بعض الأسماء مثلا أوبرا أوبرا هي مصدر للمعلومة وعندها مصداقية كبيرة جدا لأنها لسنوات كثيرة وكثيرة جدا وعندنا كذلك إعلاميين جزائريين لهم كذلك مصداقية وبالتالي يجب أن نعمل على كذلك هذه الشخصيات العامة أو الشخصيات الكبيرة الإعلامية وكذلك نعمل على شكل مؤسس على شكل مؤسسي من أجل محاربة هذه الأخبار الغالطة من أجل مصلحة البلد وعلى الإعلاميين اليوم أن يدركوا إدراكا يعني تاما على أن العملية ليست عملية سهلة نحن في مفترق طرق يعني صعب جدا عليهم أن يلتفوا وأن يعني يزيحوا تلك المصلحة الشخصية الآنية ربما هو يستطيع هذا الإعلامي أن يبني شخصية تدوم كثير وكثير وأنتم يعني الساحة معروفة يعني إعلاميين معروفين عندهم مصدقية وعندهم يعني مكانة كبيرة جدا في المجتمع سعر لأنه في الأخير وقف في عجالة وساماته أستاذ لأنه حتى التطور التكنولوجي الآن ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تقدم كل شيء أكيد أصبحت تقدم كل شيء والآن المتلقي عليه أن يغربل لأنها تقدم كل شيء بدون غربلها المتلقي أمام حتمية أنه يغربل هذه المعلمات وكان شيء خطير جدا هناك هناك بعض وسائل الإعلام التي تعتمد على هذه الصفحات وهذا شيء خطير جدا لأنه إذا كان متلقي متلقي أعتمد على هذا فهذا شيء يعني شيء عادي بالنسبة لي ولكن إذا كانت مؤسسة إعلامية سواء إلكترونية أو تلفزيون أو صحيفة تعتمد على هذه الصفحات التي تعطي أخبار غلطة هذه المصيبة تكون أكبر وعلى هذه المؤسسة أن تراجع في مصدقية وفي مصدر الخبر الذي تقدمه صحيح شكرا جزيلا لك أساد على ما قدمت أساد برزامة أساد والباحث الأكاديمي أيضا وشكرا جزيلا لك لقبولك الدعوة أتمنى دائما الأفضل للجزاء شكرا إن شاء الله بإن الله الصحفين الإعلاميين على كلمة أخيرة أنهم قبل أن يقدموا هذا الخبر إلى المواطن أو إلى الجمهور يجب أن يتحروا عليه يعني يعطوه مصدقية يعني يعطيه مصدقية يعطيه خبر حقيقي للمواطن لأنه نحن في مرحلة مرحلة حاسمة ومرحلة صعبة جدا علينا الآن أن تترافر الجنود الجهود رغم اختلاف إيديولوجيتنا وأفكارنا ولكن في الأخير البلد بلد واحد وجزائر بلد يعني لا يمكن أن نتركه يذهب هكذا وانتهى جميل شكرا جزيلا لك أستاذ مشاهدين الكرام ننتقل إلى